موسيقى السلام عليكم حياكم الله عزاني المشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين ما دوافع إعلان وزير الخارجية الأمريكي بومبيو حول شرعية المستوطنات الصهيونية ما المسويغات التي استند عليها القرار الأمريكي لماذا تعد المسويغات الأمريكية هشة حسب خبراء القانون الدولي وفي زهرة المدائن قرية لفتا في القدس محاولات تهويد لا تتوقف أما في ذاكرة فلسطين فعملية وفاء إدريس الفدائية عام 2002 فابقوا معنا قلنا الجابل والوارد والسهل والدلي والنهماض الأمجاد والوحرى والخلّي موت وتحيا لبلاد ومنمنقبال ما ذلّي وبنرفض استعباد من محتل ومحتل قولوا الله يرجع قولوا الله يرجع مهما يعلوا الجدار بطف الغربية منهدوا بالإسرار وبحب الحرية منتيقا ضد الإحجار وبثورة شعبية وبنحب الإنتصار لأسران الأبطال قولوا الله يرجع قولوا الله يرجع يضف عل الصوت صوتك به الزجفال يا مرحبا بالنور قولوا الله يرجع قولوا الله يرجع قولوا الله يرجع أهلا بكم مجددا عزيزينا المشاهدين يمكن القول أن إدارة ترامب ماضية في تنفيذ ما يطلق عليه إعلاميا اسم صفقة القرن وذلك من خلال حسم مصير ما يعرف بقضايا الحل النهائي أي القدس، اللاجئون، السيادة، الأرض والحدود وذلك من دون الحاجة إلى مفاوضات مع الطرف الفلسطيني بل من خلال فرض أمر واقع عليهم وبقوة الاحتلال فإدارة ترامب لم تعد تشير إلى الضفة الغربية بالمحتلة منذ نيسان الماضي وهي لا تخفي أيضا تخليها عن حل الدولتين في موضوع المستوطنات وهو موضوعنا في هذا الأسبوع لا توجد مفاجأة حقيقية في القرار الأمريكي الأخير ذلك أن اثنين من المشرفين أمريكيا على ملف المفاوضات الفلسطينية الصهيونية ووضع خطة السلام يعدان من أكبر داعمي الكيان الصهيوني ونشاطاته الاستيطانية حتى قبل وصول ترامب إلى الرئاسة الأمريكية وهما مستشار الرئيس وصهره جاريد كوشنر والسفير الأمريكي في الكيان ديفيد فريدمان يبقى السؤال الآن كيف سيكون رد السلطة الفلسطينية في رمالة وحركة حماس في غزة فيما لا يتجاوز بيانات الإدانة وكذلك كيف ستكون ردة الفعل العربي نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا الكريمين في الأستوديو معي الدكتور سعيد الدهشان باحث في القانون الدولي وحقوق الإنسان مرحبا بك معنا دكتور في هذه الحققة كما يسعدني أن أرحب بضيفي من غزة مباشرة الأستاذ علي الدحبور متخصص في الشان الصهيوني مرحبا بك معنا أستاذ علي حياكم الله يا أخي حياكم الله أهلا بك دعونا نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش بحول الله تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بالرأي القانوني القائل إن بناء ما يعرف بإسرائيل مستوطنة مدنية في الضفة الغربية المحتلة يتعرض مع القانون الدولي هذا ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الثامن عشر من تشرين الثاني نوفمبر الجاري ويعد هذا الإعلان استكمالا للقطيعة التي بدأتها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع السياسات التي تولت المقاربة الأمريكية الرسمية نحو ملف القضية الفلسطينية والاحتلال الصهيوني عقودا طويلة والتي بدأت بوقف تمويل الأونروا والاعتراف بالقدس عصيمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة إليها ثم اعترافها في آذار مارس 2019 بقرار الكيان بضم هضبة الجولان عام 1981 النشاط الاستيطاني والتوسع الاستيطاني قائم لكن هذا القرار سيودي إلى أمرين الأمر الأول المستوطنون ستزداد هجماتهم وازداد إرهابهم على الفلسطينيين على الفلسطينيين كل الفلسطينيين حجرا وبشرا وشجرا والنقطة الثانية وأنه إدارة السياسة الإسرائيلية قد تذهب إلى الإعلان عن بسط السيادي الإسرائيلي على منطقة الغور بالدرجة الأساسية ومناطق الاستيطان المواقف الأمريكية الرسمية نحو النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية لا تختم السلام ولهذا خص بومبيو بالنقد رأيا قانونيا لوزارة الخارجية الأمريكية تحت إدارة الرئيس الأسبق جيمي كارتر صدر عام الثمانية وسبعين يقول إن إقامة كيان العدو مستوطنات مدنية في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي وامتنعت عن استخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن لمنع صدور القرار 2334 الذي أدان بناء دولة الاحتلال للمستوطنات في الضفة الغربية والقدس واعتبر أنها غير شرعية وأنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وبناء عليه زعم بومبيو أنه بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية فإن إدارة ترام تتفق مع تصريح الرئيس الأسبق رونالد دريغان عام 81 رفض فيه الاستنتاج الذي خلصت إليه وزارة الخارجية عام 78 وأنه لا يعتقد أن المستوطنات من حيث التعريف غير قانونية قرارات المتسارعة الأمريكية كلها من أجل إرضاء أجندة نتنياهو وإرضاء اليمين الإفنجليكال في أمريكا اللي هم هذه بتشكل 70% من القاعدة الانتخابية للرئيس ترامب وبومبيو هو واحد من هؤلاء الرجالات هذه الجالية الإنجليكية أو هذه الطائفة الإنجليكية الكبيرة في أمريكا إدارة ترامب ترى كما تفعل محاكم الاحتلال أن الاستنتاجات القانونية المتعلقة بمستوطنات معينة بذاتها يجب أن تعتمد على تقييم للحقائق والظروف المحددة على الأرض فإن حكومة الولايات المتحدة لا تتبنى أي رأي بشأن الوضع القانوني لأي مستوطنة معينة حيث تكمن دوافع القرار الأمريكي وحساباته لإرضاء الجامعات الإنجلي الداعمة لترامب واستمالة اللوب الصهيوني واليهود الأمريكيين ليبقى السؤال هنا كيف سيكون الرد الفلسطيني الرسمي فيما يتجاوز بيانات الإدانة وكذلك رد الفعل العربي أهلا بكم من جديد عزان المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين إذن قرار الخارجية الأمريكية بشرعية المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية الدوافع والحيثيات نناقشها مع ضيفين الكريمين في الأستوديو الدكتور سعيد الدهشان الباحث في القانون الدولي وحقوق الإنسان مرحبا بك معنا مرة أخرى ومن غزة طبعا بضيفي الأستاذ علي الدهبور المتخصص في الشأن الصهيوني أبدأ معك دكتور سعيد عندما ننظر إلى الموقف الأمريكي من موضوع المستوطنات نلاحظ أنها كانت في وجهة النظر الأمريكية مستوطنات غير شرعية ثم ترجعت قليلا في موقفها أمريكا فأصبحت غير قانونية ثم أصبحت عقبة في طريق السلام وبعد ذلك أصبحت لا تتعارض مع القانون الدولي ولا تعد خلقا للقانون الدولي ولشرعيته هذا التدرج في المواقف هل ثمت دلالة لهذا التدرج واستخدام هذه المصطلحات على وجه التحديد غير شرعية غير قانونية لا تتعارض مع القانون الدولي وهكذا والشق الآخر من السؤال ما التوصيف القانوني للمستوطنات في القانون الدولي وخاصة في فلسطين المحتلة نعم بسم الله الرحمن الرحيم بداية الموقف الأمريكي السابق من إدارة كارتر أن المستوطنات غير شرعية غير شرعية يعني تتعارض ولا مبرر لها مع المصلحة مع العدل كمفهوم عام مع القانون فلما تقول غير شرعية بتتعارض مع المصلحة مع العدل مع القانون نعم لما تقول غير قانونية فقط بتتعارض مع القانون يعني هذا نزول في الموقف الأمريكي من أن المستوطنات غير شرعية تتعارض مع المصلحة ومع العدل ومع القانون أصبحت فقط تتعارض مع القانون هذا أول نزول النزول الثاني أنها عقب في طريق السلام وكأنهم تنازلوا أيضا أن تكون يعني تتعارض مع القانون فهي فقط تتعارض مع حل ومبادرة سياسية تتعارض مع مبادرة سياسية بعيدا عن القانون والسكوت كأنها لا تتعارض مع القانون الدولي ثم الآن يعني بدأنا بالاتجاه المعاكس يعني من التحريم إلى الإباحة وكأنهم انتقلوا الآن أنها لا تعتبر خرقا للقانون الدولي بهية مباحة بل إنها شرعية هذا أولا من حيث اللي هو النزول في المصطلحات يعني ليطلع على ذلك المشاهدين الكرام أما التوصيف القانوني للإستيطان الإستيطان جريمة فوق جريمة عناصر أي دولة ثلاثة أرض وشعب وحكومة الاحتلال هو أن تزيل الحكومة وتبسط أنت السيادة بالقوة فتصبح تمتلك الأرض أو تسيطر على الأرض لا تمتلكها وتحكم السكان لكن القانون الدولي رغم أنه لم يستطع أن يمنع حالات الاحتلال إلا أنه وضع لها ضوابط وقوانين ووضع التزامات وشروط على الدولة القائمة بالاحتلال هذا أولا لكن الإستيطان هو جريمة أخرى أن تنقل سكان مدنيين من هذه الدولة المحتلة إلى أراضي تلك الدولة فأنت تنتهك عنصرا آخر من عناصر الدولة وهو الأرض وأنت أيضا ترحل سكان يسكنون أيضا أو تصادر أراضي فهنا اعتداء على كل ما له علاقة بالدولة من أرض وشعب وسيادة نعم أشكرا دكتور على هذه الإجابة سنعود مرة أخرى للحديث باستفاضة حول قضايا قانونية أخرى أرحب بك معنا أستاذ علي مرة أخرى ونحن نعرف أن المستوطنات بالنسبة للمشروع صهيوني هي جوهر هذا المشروع وقلب هذا المشروع ولا شك أن دولة الاحتلال احتفت كثيرا بهذا القرار الأمريكي الذي يعد خطوة إضافية مما سمي صفقة القرن التي بدأت بإغلاق مقر المنظمة ثم بوقف مساعدات أونروا وبعد ذلك باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال والجولان أراضي إسرائيلية أولا كيف تعاطى وكيف تلقى الصهاينة هذا القرار؟ نعم أسعد الله مساكم بداية القرار تلقفه الصهاينة بشتى انتماءاتهم وشتى توجهاتهم السياسية بفرحة عارمة ويعتبروه تحقيق إنجاز كبير نذكر مثال بسيط في هذا المجال أن نتنياهو مباشرة بعد لان بومبيو الموقف الجديد بشرعنة الاستطان في الضفة الغربية مباشرا اتصل هاتفيا برئيس الأمريكي ترامب شكره على هذا الموقف وقال له أن هذا الموقف يثمن لك وأنه يعتبر تصحيح لظلم تاريخي أسماء طبعا بين مزوجين ظلم تاريخي يعني ارتكب بحق دولة الاحتلال ثاني يوم مباشرة ذهب نتنياهو متبجحا وزارة مجمع استيطاني كبير جوشا تسيون وهو واقع جنوب القدس المحتلة اجتمع بالمساطنين وتباهى بهذا الانجاز الكبير الذي يحققه وانتزعه من الولايات المتحدة الأمريكية طبعا جميع الحزاب الإسرائيلية دون استثناء باركة هذا الموقف الأمريكي الجديد يعني اعتبرته إنجازا كبيرا وتاريخيا بالنسبة لها باستثناء اليسار الإسرائيلي اليسار الإسرائيلي طبعا يعني يعتبر تيار ضعيف جدا غير ماثر على الساحة الإسرائيلية هناك حزب واحد قريبا انتقد هذا الموقف هو حزب المعسكر الديمقراطي المعسكر الديمقراطي طبعا في الانتخابات الأخيرة حاز على تقريبا 3-4 مقاعد علق على هذا الإعلان متهكما على الإعلان الأمريكي قال أنه ما تبقى من أمريكا إلا أن تعلن أن الشمس تشرق من الغرب باعتقاد حتى حزب كحولفان أزرق بيض بقيادة بني جانس رحب وهذا كان أمر لافت يعني أنا أتفاهم أن حزب يميني إسرائيلي كالليكود رافض للمسايرة السلمية بشكل كامل أن يرحب هذا القرار أما حزب يعني يطرح حل سياسي ضمن أجندته السياسية وبرنامجه الانتخابي كحزب أزرق أبيض بقيادة بني جانس أن يرحب هذا القرار فهذا كان أمر لافت بشكل كبير إجمالا جميع الحزب السياسية رحبت دونس إثناء بهذا القرار الأمريكي أعتبرته إنجازا كبيرا أستاذ علي لكن باعتقادي هذا لا يؤثر كثيرا على أرض الواقع هذا هو السؤال أنت سبقتني إليه في الحقيقة يعني هو هل يؤثر أم لا يؤثر على الواقع كيف سينعكس هذا القرار الأمريكي على أرض الواقع بالفعل نحن نعرف أن الاحتلال كان يضرب بعرض الحائط كل المواثيق القوانين الدولية ودائما كان يبني المستوطنات ويضيف مستوطنين ويزيد من أعدادها إلى آخرة واليوم نحن نتحدث عن شرعية وغطاء أمريكي لهذا هل نحن أمام ضم هذه المستوطنات لدولة الاحتلال للأسف أنا أعتقد أن القرار الأمريكي لن يضيف شيئا يعني منذ التفاقص له تقريبا قبل 25 عام ويعني حمى الاستيطان ازدادت بشكل رهيب جدا وتحت غطاء المسيرة ما تسبب المسيرة السياسية الاستيطان يعني امتد بشكل كبير تحت غطاء هذه العملية السياسية ما بين إسرائيل والفلسطينيين إسرائيل لا تنتظر قرارا أمريكيا أو موقفا أمريكيا كي تتمادى بالاستيطان والتوسع الاستيطاني يعني بشكل بسيط أذكر لك يعني آخر إحصائية بناء على إحصائية إسرائيلية تقول أن عدد المستوطنين تقريبا الآن شارف على المليون المستوطن في القدس والضفة الغربية تخيل لك أن تتخيل يعني مليون مستوطن هذا بناء على إحصائية إسرائيلية يحيون حاليا في الضفة الغربية والقدس المحتلة فيما عدد الفلسطينيين بالضفة والقدس تقريبا ثلاثة مليون فلسطيني يعني حوالي خمسمائة مستوطنة وبرأة سيطانية في الضفة الغربية طبعا هذا لن يؤثر ما حدث من موقف أمريكي مؤخرا لسبوع الماضي هو فقط يعني أعتقد أدرجه في إطار يعني الانتصار الرمزي لنتنياهو وحكومته لا أكثر للأسف التوسع الاستطاني بالضفة الغربية والقدس سيستمر على نفس المنوال لن يتأثر كثيرا هذه سياسة إسرائيلية ومنهجة ماذا عن ضم المستوطنات لدولة الإحكام الأستاذ عليك ولاحقا نعم هذا ما كنت سأذكره نعم صحيح نذكر موقف نتنياهو ابان الحملة الانتخابية الأخيرة أعلن أنه سينوي ضم الأغوار بل أقول أكثر من ذلك أصلا اليمين الإسرائيل حاليا سواء نتنياهو ولا حسب اليمين الأخرى تطرح ضمن المرحلة اللاحقة يعني بس سيطرتها على جميع تجمعات الاستطانية هناك ثلاث تجمعات استطانية جوش عدسيون جنوب الضفة الغربية وتجمع أرئيل والتجمع الآخر معالي أدوميم حول القدس وهناك أيضا مطالبات في اليمين الإسرائيلي تقول لا يجب أن نتفي بضم المستوطنات أيضا يجب أن نبسط السيطرة الإسرائيلية السيادة الإسرائيلية بكاملها على الضفة الغربية للأسف الشديد الوضع متأزم جدا لم يتبقى الضفة أصلا يعني هناك المستوطنات أصبحت مدن كل ما تحمل كلمة معنى دعنا نتوقف هنا ونتحدث عن ذلك بالتفصيل في سؤال لاحق أستاذ علي لو تكرمت دكتور سعيد نعود مرة أخرى حول الوضع القانوني للمستوطنات أو التوصيف القانوني للمستوطنات في الضفة المحتلة المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وتحديدا اتفاقية جينيذ الرابعة في المادة 49 تقول لا يجوز أن تقوم دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها وبالتالي تعتبر هذا بالمفهوم جريمة حرب أيضا هي تتعارض مع ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وخصوصا المادة 8 با 2 أن نقل السكان أو ترحيلهم من سكان مدنيين من دولة الاحتلال إلى الأرض التي احتلت تعتبر جريمة حرب وبالتالي يمكن ملاحقة دولة الاحتلال أو مجرمي دولة الاحتلال وقادتها بالحق الجنائي أيضا هي تتعارض مع مبدأ عدم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي العرفي وتتعارض مع مبدأ عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945 وتتعارض مع عشرات من قرارات مجلس الأمن وهي تعتبر من إحدى المصادر الثانوية للقانون الدولي وبالتحديد القرار 23-34 الذي صدر في العام 2016 بإجماع مجلس الأمن 14 مقابل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في عهد الرئيس السابق أوباما وهي تتعارض أيضا مع عشرات بلوة بخل مئات إن شئتها من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع القانون الدولي العرفي مع الرأي الاستشاري للمحكمة العدل الدولية في 2004 بخصوص الجدار وما يتعلق به من قضايا ذكرت المحكمة قضية اعتبار الضفة راضي محتلة والوضع القانوني للمستوطنات وهذا أيضا يتعرض مع التزامات الولايات المتحدة الأمريكية نفسها التي وقعت عليها وبالتالي لقيمة من حيث القانون الدولي لهذا القرار إطلاقا ويعتبر كأنه منعدم لكنه موقف سياسيا بني عليه بعض الأضرار التي تقع على الفلسطينيين وهذا سنتحدث عنه لاحقا بالتفصيل كيف يمكن الانتصاف وكيف يمكن مقاضات الجانب الأمريكي كيف يمكن وصف حتى سياسيا ما قامت به الإدارة الأمريكية تجاه القانون الدولي يعني هذه الدولة تزعم أنها راعية للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي في كل العالم ومع ذلك هي تخترق ولسيما إذا كانت الأمور لصالح دولة الاحتلال للأسف نحن نعيش أيام زمن تسمى أو يحسن لأن أسميها مجزرة القانون الدولي يطيب لأمريكا الآن أن تنتهك كل الأعراف وهذه الإدارة الأمريكية لا تحترم أي شيء يعني تنتهك القانون الدولي بسهولة كأنك تخترق أبسط قانون لمدرسة أطفال أو لمدرسة ابتدائية بكل بساطة تنتهك القانون الدولي ولا تعطيها أي قيمة الإدارة الأمريكية الحالية يبدو أنها تريد أن تتقرب إلى اللوبئ الصهيوني وإلى الإنجليكيين في الولايات المتحدة فلذلك يعني لتجنب مخاطر المقاضى والمحاكمة لترامب يريد أن يقدم قربان يعني هذا تفسير يعني يشارك فيه الكثير لكن الإدارة الأمريكية حاولت أن توجد مسوغات مسوغات يعني هشة ويعني كما يقولون مثلما أراد الذئب أن يأكل الحمل فقال للحمل يعني أنت عكرت صفو الماء قال كيف أنا أشرب أسفل وأنت تشرب من أعلى فقال إذن أنت الذي شتمت والدي في العام الواضي فقال كيف وقد ولدت في هذا العام يعني زي ما بيقولوا كبارنا واختياريتنا بالمثل الشعبي الديب قال الحمل ديلك عجج قلوا كلني ولا تتحجج المسوغات الأمريكية هايفة ساقطة ليس لها قيمة يمكن الحديث عنها بالتفصيل بالتأكد وهي في الحقيقة يعني لفتت انتباهكم كباحثين في القانون الدولة وحقوق الانسان وانتباه كثير من الباحثين أصلا لأنها لا تعد يعني مسوغات ذات قيمة لكن دعنا نتحول الأستاذ علي مرة أخرى أستاذ علي إذن نحن أمام وقائع عنيدة على الأرض الاستيطان مستمر منذ ما قبل طبعا أوسلو واستمر بشراسة بعد أوسلو وصولا إلى هذه اللحظة هناك أحاديث عن إمكانية ضم هذه المسوطنات لدولة الاحتلال بالإضافة للقرار السابق بضم الأغوار الذي أعرب عنه نيتنياهو إلى أي مدى يؤثر ما يحدث في المشهد الصهيوني خلال هذه الأيام والأيام الماضية في هذا الموضوع أو تجاه الفلسطينيين يعني الآن نيتنياهو حتى هذا كان أحد الدوافع كما قال المراقبون هي محاولة آنذاك طبعا قبل أسبوع قبل أن تقدم المحكمة بعض التهم لنيتنياهو محاولة إنقاذ لنيتنياهو من المأزق الذي يعيشه ومع ذلك وجهت المحكمة العديد من التهم إلى أي مدى يؤثر المشهد الصهيوني على هذه القضية؟ نعم أعتقد للأسف كما نعرف جميعنا أن دولة الاحتلالة هي دولة مؤسسات يعني بالغالب لا تؤثر قضية على أخرى ملف نيتنياهو ملف وجهت له لاحة اتهم الأسبوع الماضي لاحة اتهم تعتبر خطيرة نيتنياهو يعني على جميع المحللين الإسرائيليين يعتبرون أن حياته السياسية انتهت هذه دولة مؤسسات هناك برامج هناك خطط معدة مسبقا هناك قرارات بتوزيس سياع الاستيطان ببناء مزيد من وحدات الاستيطانية أعتقد هذا لن يؤثر كثيرا ولكن اسمح لي أن أعرج على قضية أخرى الغريب في الموقف الأمريكي أن هذا قرار 23-34 الذي تبنه مجلس الأمن الدولي نهاية 2016 حتى الولايات المتحدة امتنعت كان ترامب كان منتخب جديدا يعني حديثا فما الذي حدث؟ أعتقد أن الولايات المتحدة تتجاوز جميع العرافة الدولية بفضاضة تتجاوز كل القوانين الدولية وهي يعني هذا يستوجب حقيقة موقف فلسطيني موحد يعني يتوجب أن يجمع الفرقال فلسطينيين يعني يصيغوا استراتيجية معينة حتى يواجهوا هذه التحديات هذه التحديات خطيرة جدا إسرائيل يعني ماضية بكل شراسة في المشروع الاستيطاني بتهوض الضفة بشكل كبير والقدس المحتلة لاحقا شبه مؤكري يعني ضمن برامج الأحزاب اليمينية الإسرائيلية أنها ستحيل وستفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على مختلف مناطق الضفة الغربية ماذا تبقى من الضفة الغربية أصلا أستاذ عليك صراحة هذا السؤال يعني محزن جدا للأسف الشديد لم يتبقى منه شيئا كما قلت سابقا يعني أن المستوطنات تحولت إلى مدن حقيقية في الضفة الغربية لقد حضرت قبل أسابيع تقرير عن المناطق الصناعية داخل المستوطنات يعني تفاجأ هناك مناطق صناعية ضخمة تكاد لا تصدق أنها داخل المستوطنات في مناطق محتلة في الضفة الغربية يعني هناك حالة حالة هجوم استيطاني وتوسع استيطاني مجنون مجنون في الضفة الغربية والقدس المحتلة فأعتقد أن بمعزل عن ملف نتنياهو القضاءة إسرائيل ماضية بكل قوة لفرض حقائق على الأرض لفرض وقاءة جديدة بحيث يصبح من الصعب جدا نحن كفلسطينيين أن نواجه الحقائق هذه وأن نقبل بالموجود ربما حكم ذاته ربما إدارة معينة حتى يقوض حلمنا نحن كفلسطينيين بدولة فلسطينية ولو كانت موقتها بحدود الـ 67 نعم أرجو أن تبقى معي أستاذ علي سأود لك بعد قليل دكتور كنا نتحدث قبل قليل عن مصويغات القرار الأمريكي حتى هو بومبيو حاول أن يذكر بعض المصويغات القانونية وذكر بعض المواقف المتعلقة بإدارات سابقة لكن بدت هذه المصويغات كما هو متفق عليه هشة جدا نعم هل ممكن أن نتحدث فيها قليلا المصويغات التي ساقها بومبيو هي أربعة المصويغ الأول هو حاول أن يناقش قرارات الإدارات الأمريكية منذ عهد كارتر جيمي كارتر وما يسمى بمذكرة هانسيل هي مذكرة قانونية أعدت لوزارة الشؤون الخارجية الأمريكية أعدها مستشار قانوني اسمه هانسيل سميت مذكرة هانسيل اعتمدتها السياسة الأمريكية لأكثر من أربعين عام تعتبر الضفة وقطاع غزة أراضي محتلة وبالتالي المستوطنات غير قانونية أو غير شرعية حسب تفاوت التصريح في تلك الفترة بعدها مباشرة فاز ريغان في الانتخابات في سنة الواحدة تمانين حاول أنه أدل بتصريح يعني ضد هذه المذكرة وكأنه بما أنه جمهوري لا يوافق عليها وكانت نهاية الأمر في 2016 لكن هذا المسوغ كله أين يقودنا يقودنا إلى الإدارات الأمريكية لا يقودنا إلى القانون الدولي وكأننا يعني أرادوا أن يأخذوا الملعاب إلى النقاش نعم أخذنا بالـ 98 وكان وما شأننا وما شأن القانون الدولي بما قلتم سواء قبلتم أم لم تقبلوا فالمستوطنات غير شرعية نعم هذا المسوغ الثاني استندوا أن المحاكم الإسرائيلية أيضا تتيح أن يكون هناك نشاط استيطاني إذا كان في اعتبارات إنسانية مرتبطة به هو أي اعتبارات إنسانية حينما تغتصب أرض الغير وتقيم عليها يعني مواطنين مدنيين وتقيم عليها مدن وهل يقضع القانون الدولي أصلا للقانون الإسرائيلي أو للمحاكم الإسرائيلية يعني وكأن الأمر بالمقلوب أيضا هذا مسوغ ثاني بالإضافة أنه هذه المحاكم محاكم احتلال يعني نعم صحيح وهي دولة احتلال وأصلا مرفوضة المسوغ الثالث هو أنه اعتبر الوضع القانوني للضفة الغربية أنها أراضي متنازع عليها وهذا غير توصيف القانون الدولي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة أن الضفة وقطاع غزة هي أراضي محتلة وبالتالي ينطبق عليها اتفاقية جينيف والقانون الدولي الإنساني وهذا أصلا كما يعني أسلفنا ما صرحت به محكمة العادل الدولية المسوغ الرابع والأخير يعني مضحك شوية يعني فاني زي ما بقوله إن اعتبار المستوطنات أنها متعارضة مع القانون الدولي لم يؤدي إلى تحقيق السلام يعني وكأنه إذا إحنا بدنا نطبق القانون الدولي مش حيتحقق السلام وكأن نكسوا نكسوا هذه زي ما بقوله الأمر بالمنكوس وقلب الحقائق وكأن عملية السلام لا تقوم إلا أن يتنازل الضحية عن كل حقوقه وأن يبقى المغتصب يأخذ الأرض ويسلب الأرض ويأخذ السيادة ويغتصب المقدسات وينتهكها كل يوم هذا هو مفهوم الإدارة الأمريكية الجديدة للقانون الدولي وهذا لا قيمة له ولا وزنة ولا اعتبار له في القانون الدولي هذا لا يساوي شيء كأنه منعدم من الناحية القانون الدولي نعم طيب أستاذ علي قبل قليل لكم أن نتحدث عن الضفة الغربية وأنا في المقدمة أشرت أن إدارة ترامب لم تعد تشير إلى الضفة الغربية بالمحتلة منذ نيسان الماضي وهي لا تخفي أيضا تخليها عن حل الدولتين نحن الآن أنت تحدثت قبل قليل قلت عن الفلسطينيين بدأت بالحديث عن ماذا يجب أن يفعل الفلسطينيون ولكن قبل ذلك هل تبقت حلول ثمت حلول سياسية الآن فيما يتعلق بحل الدولتين التي يوافق عليه الفلسطينيون أعني بذلك السلطة الفلسطينية بشكل رسمي ماذا تبقى من الشأن السياسي؟ نعم يا سيدي في المجتمع الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية حتى الطبقة المثقفة الإسرائيلية مصالح العملية السلمية التسوية السياسية هذه المصالحات انتهت كليا من ثقافتهم ما في حد في المجتمع الإسرائيلي بحكي حل سياسة مع الفلسطينيين أو مسيرة سلمية أو حل الدولتين هذه الصلاحات انتهت متى انتهت؟ هذه الحقيقة التي تغيب عن كثير مننا الآن نعم متى انتهت؟ انتهت لم يعد أحد في المجتمع الإسرائيلي والطبقة السياسية والأحزاب يطرح حل الدولتين هذه الأمور انتهت الآن التيار الذي يجتاح المجتمع الإسرائيلي والحزاب السياسية الإسرائيلية والخارطة السياسية الإسرائيلية بشكل عام هو الصوت اليمين المتطرف هو صوت القوة فرض الوقاء على الأرض بالقوة هو مزيد من الاستطان مزيد من التهويد مزيد من فرض الحقائق على الأرض مزيد من إقصاء الآخر إقصاء حقوقنا الفلسطينية هذه الحقيقة هذا المطروح حاليا لا أحد يطرح أبدا في المجتمع الإسرائيلي والحزاب الإسرائيلي أن هناك مجال لحل السياسي مع الفلسطينيين هناك مجال للتسوية معينة هناك مجال لحل الدولتين هذه ثقافة انتهت في المجتمع الإسرائيلي الآن التيار اليميني هو الذي يشتاح الخارطة السياسية الإسرائيلية حتى الوسط الإسرائيلي كما ذكرت سابقا حزب جانس هو من أكبر الحزاب الإسرائيلية بكحول لفان أزرق أبيض أيقل قراءة الموقف الأمريكي الأخير ماذا تبقى لنا كفلسطينيين بالمناسبة هذا أيضا لا يدعونا أن يسكى فلسطينيين يعني جميع دول العالم دون استثناء تتعاطف معنا ومقرة بحقوقنا الفلسطينية الحقوق الفلسطينية لا تنتظر ترامب أو الإدارة الملكية لكي تطعن بهذه الحقوق هذه الحقوق الفلسطينية تثبته وتثبته القوانين الدولية والأعراف الدولية هناك كل قرارة الدولية تعتبر القدس وغزة وضفها أرض محتلة هذه حقائق لا يمكن أن يطعن بها أحد رأينا ردود الفعل الدولية رأينا الصين السنكرت الموقف الأمريكي تركيا السنكرت الموقف الأمريكي جمعة الدول العربية أول همس أزارت بيان مستنكرة هذا الموقف الأمريكي الخارجية الروسية أزارت بيان منظمة العفو الدولية عبرت عن موقفها الرافض لهذا الموقف الأمريكي الجديد الذي يشارعن للسطن حتى الاتحاد الأوروبية أعلن هذا الموقف من لم تتبقى دولة في العالم انحازت إلى أمريكا أو تفاهمت الموقف الأمريكي المطلوب حاليا نحن كفلسطينيين طالما أن المجتمع الدولي يتعاطف معنا ومقر بحقوقنا آخر هذه الحقوق التي ثبتها المجتمع الدولي كما قلنا في القرار الدولي 2334 الذي تم تبنيه آخر 2016 الذي يعتبر الإسطان الإسرائيلي في أراضي المحتلة هو إسطان غير شرعي ودعا الحكومة الإسرائيلية لوضع حد لهذا الإسطان ما هو مطلوب الآن هو نحن كفلسطينيين أن نجتمع على طاول واحدة أن نتفق على استراتيجية أن نستثمر هذا التعافض في الدولي وهذا التفاهم الدولي لحقوقنا وأن نواجه موحدين هذه المخاطرة التي تكاد أن تنسف جميع حقوقنا بالقوة من قبل أمريكا وإسرائيل نعم دعا نتعرف كيف على الأقل من الناحية القانونية ثم أعود مرة أخرى إليكم أستاذ علي كيف يمكن للفلسطينيين على المستوى الشعبي والمستوى الرسمي مواجهة هذا القرار وهل يمكن الاستعانة بدولة ما كي تساعدنا في أخذ حقنا من أمريكا أعتقد أن الفلسطينيين الآن بحكم أنهم أصبحوا بعرف القانون الدولي دولة منذ 2012 تحديدا 29-11-2012 باعتراف 138 دولة بفلسطين أصبحت فلسطين بنظر المجتمع الدولي دولة لكنها لا تتمتع بالعضوية في الأمم المتحدة الكاملة إنما تتمتع بصفة دولة مراقب وهذا أيضا ارتقاء في التمثيل الدبلوماسي للممثلية الفلسطينية داخل الأمم المتحدة لكن هذا الوضع يمكن فلسطيني الآن من الانتصاف ومقاضات الإدارة الأمريكية في مسارين المسار الأول هو الحق المدني الحق المدني يعني أننا يمكن أن نقاضي الإدارة الأمريكية بالتعويض وجبر الضرر مثلا أقترع على السلطة الفلسطينية أو على دولة فلسطيني الآن أن ترفع شكوى إلى محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية بالأضرار التي تتسبب بها المستوطنات ويتسبب بها الإدارة للقرار الأمريكي على الاقتصاد الفلسطيني وعلى حياة المواتن الفلسطيني وتقدير مبلغ مرتفع جدا بمليارات الدولارات على الإدارة الأمريكية لكي يعني تعوض الفلسطينيين وهذا من الناحية القانونية ممكن وفلسطين بالمناسبة رفعت دعوة ضد الإدارة الأمريكية بخصوص نقل السفارة في محكمة العدل الدولية وهذا مسار أيضا مشابه يمكن السير به ومطالبة الإدارة الأمريكية وبالمناسبة رغم ملاحظاتنا على القانون الدولي إلا أن محكمة العدل الدولية تحظى بالإحترام بين الدول ولها مكانتها ضمن المنظومة الدولية الحالية ضمن المنظومة الدولية وتوازنات القوى الحالية محكمة العدل الدولية لها اعتباراتها ولها احترامها وبالتالي يمكن مطالبة الأمريكان بجبر الضرر وممكن البحث عن اتفاقية وقعت عليها الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية بشكل مشترك والبحث أن مبدأ التقاضي ملزم لأن الذهاب إلى محكمة العدل الدولية فيه مسارين فيه المسار الولاية الإجبارية والولاية الإختيارية هذا غير رأي الاستشارة رأي الاستشارة هذاك ليس قرار هذاك اسمه استشارة أما التقاضي والحكم له نوعين ولاية إجبارية وولاية إختيارية الولاية الإجبارية تكون في الاتفاقيات التي أقرت وتفسير النصوص أقرت فيها الأطراف مسبقا مثل مثلا اتفاقية الإبادة الجماعية اتفاقية الإبادة الجماعية يعني أكثر من 170 دولة موقعين عليها الدول الموقعة عليها في المدى أربعة تقول أي خلاف في تفسير النصوص تفسر فيه وتقضي فيه محكمة العدل الدولية وبالتالي هم مسبقا ألزموا أنفسهم في حال الخلاف سنلجأ إلى وبالتالي تكون هنا ولاية إجبارية أما الولاية الإختارية فهي تعرض على الدول إذا قابلت أو لا أن تتقاضى أمام المحكمة هذا المسار الأول اللي هو مسار الحق المدني كيف نصل إلى حقنا في التعويض وجبر الدرر هناك مسار آخر وهو مهم جدا الحق الجنائي يعني يمكن أن نلاحق أشخاص وقيادات الكيان المحتل وأشخاص وقيادات المحتلين والمستوطنين كأشخاص على المستوطنات القائمة على الأرض وعلى من يدعم هذه المستوطنات سواء من شركات أو من غيرها بالحق الجنائي يعني أن نطالبهم أمام محكمة الجنايات الدولية وهذا أيضا ممكن لأن فلسطين أصبحت عضو من بارستيت يعني في محكمة الجنايات الدولية من أبريل 2015 1 أبريل 2015 أصبحنا دولة عضو وبحسب المادة 13 من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية عفوا كثير من التواريخ والمواد لكنها مهمة أرجو أن يصبر علينا المشاهد قليلا بحسب المادة 13 يحق لتلت أطراف فقط تحريك الدعوة أمام المحكمة الذي يحرك الدعوة أمام المحكمة إما دولة عضو وفلسطين أصبحت دولة عضو أو مجلس الأمن والآن مجلس الأمن مستبعد لأنه سيكون هناك فيتو أمريكي وإما المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي الفلسطين تستطيع أن تحرك دعوة جنائية أو تحيل دعوة ليس تقدم شكوى إلى المدعي العام لها الحق أن تعمل إحالة هناك مسارين إما الشكوى وإما الإحالة وهي أقوى وفلسطين بالمناسبة أحالت ملف الإستيطان في مايو 2018 العام الماضي لكن تدخل الإدارة الأمريكية والأضرار التي تسببت بها يمكن أن تحال ويتابع فيها الشركات الأمريكية التي تعمل بالمستوطنات ورؤوسها وأشخاصها وحتى لو كان هناك مسؤولين سياسيين أمريكان أن يضافوا إلى هذه القائمة كمجرمي حرب انتهكوا القانون الدولي في فلسطين ويطالبوا بالحق الجنائي يعني هناك تحرك فلسطيني ولكن هناك قصور ربما في بعض الجوانب ربما أعود إليك في دقيقة إن تبقت معنا الآن يعني لم يتبقى وقت أستاذ علي أريد أن نسمع رأيك فلسطينيا هذا من ناحية القانون الدولي والمحافل الدولية بإمكانهم وفقا لكلام الدكتور سعيد أن يفعلوا أشياء كثيرة ماذا عن الوضع الميداني في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة وفي قطاع غزة يعني هل أصبحت القوى الفلسطينية مكتوفة الأيد الآن يا سيدي أعتقد أنه نحن كفلسطينيين كما قلنا ربما في حلقات سابقة نمتلك الكثير من أوراق القوة لكن هل نمتلك القرار هل نمتلك الإرادة هل نمتلك حسن النوايا يجب كخطوة أولى يجب كخطوة أولى نحن كفلسطينيين نجتمع على قاعدة موحدة على طاولة موحدة أن نصيغ استراتيجية موحدة أن نسير بصوت واحد أن نخاطب العالم بصوت واحد حتى يحترمنا العالم أما أن كل فريق من فرقان الفلسطينيين يغرد حسب ما يهوى ويرغب هذا عبث في مصالحنا عبث في مستقبلنا بحقوقنا نحن يجب أن ندرك أن الولايات المتحدة ليست قدر لا يمكن أن يواجه الولايات المتحدة حاليا تغرد خارج السرب العالمي رأينا أن جميع دول العالم تقريبا رفضت هذا الموقف الأمريكي يجب نحن كفلسطينيين أن نستثمر فعليا وخطوات على الأرض الواقع هذا التعاطف هذا التفاهم الدولي لصالحنا وأن نقوم بعزل وتعرض هذا الموقف الأمريكي لدينا القرارة الدولية جميعها بجانبنا أخيرا قرار 2334 كما قلنا الذي تم تبنيه نهاية عام 2016 يجب أن نتوحد يجب أن نتفق على قواسم مشتركة هناك بهدينا الكثير من القوة التحرك الميداني هناك الاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال مثلا بالضفة الغربية هناك يعني على الأقل على الأقل ممكن أن نبدأ بالمقاومة الشعبية لو تحركنا ميدانيا على صعيد مظاهرات شعبية واحتكاك مباشر مع الاحتلال هذا سيشكل ضغط كبير ونستطيع أن نلجم ولو بشكل محدد هذا التحرك الأهوج من قبل حكومة الاحتلال وهذا التغول الكبير على حقوقنا وعلى أرضنا وعلى حقوقنا أستاذ علي أشكرك جدا على ما تفضلت به ودكتور سيد في أقل من دقيقة لو تكرمت ما الذي ينقصنا كي نفعل ذلك يعني كي نستمر بقوة في هذا الاتجاه الذي تفضلتم به يجب أن نفهم أن القانون الدولي قوة حق لكنه لا يعيد لك الحق هو يعطيك الحق فالحق حتى يعود يحتاج إلى قوة لتطبقه على الأرض لأن الباطل اليوم بباطله غلب وعلى وبالتالي لا نتصور وهذه يعني نصيحة رغم أنني أدرس القانون الدولي إلا أني أؤمن أن القانون الدولي فيه عوار وفيه ثغرات القانون الدولي لن يحرر فلسطين ستحرر فلسطين قوة تستند إلى القانون الدولي وشرعية حق المقاومة القانون الدولي لن يزيل المستوطنات أيها الفلسطينيون أيها العرب أيها المسلمون احذروا أن تركنوا إلى القانون الدولي وفقط يجب أن تحدثوا أحداثا مؤثرة على الأرض لا تنتظر القانون الدولي أن يتحرك من ذاته يجب أن يكون هناك قوة على الأرض تستند إلى الشرعية الدولية في حق المقاومة وفي عدم شرعية المستوطنات لإزالة هذه المستوطنات سواء في المحافلة الدولية أو بالفعل الشعبي على الأرض أو بالمقاومة أشكرك جزيلا دكتور سايد الدهشان باحث في القانون الدولي وحقوق الإنسان شكري موصول لضيفي من غزة الأستاذ علي الدحبور المتخصص والباحث الشان الصهيوني نلتقيكم بعد قليل بعد أن نتابع سويا في زهرة المدائن قرية لفتة في القدس المحتلة محاولات تهويد لا تتوقف اللفتة اللي هي أحد كرة القدس هي بوابة القدس الغربية اللفتة اسمها نفتوح هي قرية كان عنية أربع آلاف سنة أحد بنات القدس يعني سميت نفتوح زمن الرومان والبيزنطين سموها نفتو وزمن الفرنجة سموها كالابستا قرية من 534 قرية اللي دمارها الاحتلال اللفتة غرب القدس على ارتفاع حوالي 700 متر عن سطح البحر كان بيسكن في اللفتة 3000 نسمة أهل اللفتة 48 وكانوا بيسكنوا في أكثر من 550 بيت أكثر من نص بيوت اللفتة تم تدميره البيوت اللي انهدمت نتيجة الأعمال الحربية بعد طرد أهل اللفتة يعني بعد طرد أهل اللفتة وبعدين فتحوا ثغرة في سقف كل بيت من البيوت فطبيعة البناء هذا يعني هو مش اسمنتي هذه من شيد وتراب لما بتوصل الميا إله مع الريح مع الثلج لما بيكون ثقل صارت سقف البيت ينزل عدا هيك كمان الجيش لما بيعمل تدريبات لاقتحام مدن عربية سواء كان في جنوب لبنان أو ضفة غربية أو غير بيعمل تدريبات هون عدا هيك فيه أيادي سودة فيه ناس يعني بيعرف البيوت هاي معالم بتقول إنه إحنا يعني بيوت عربية فبالتالي مش من مصلحتهم يبكوها فبينتزعوا الحجارة اللي يعني بتسمح بسقوط حجارة أخرى المخطط لبناء 267 فيلا يعني أكثر المباني بدها تكون في هذا الصفح الجنوبي والصفح الشرقي ذاك بهدم المباني هذي كلياتها يعني هم مش بس عملوا أنفاق هذا النفق كمان عملوا منطقة رياضية منطقة رياضية يعني عشرات الدنومات على أراضي لفتة يعني محوا ملامح الكرية وهي جزء من ملامح المدينة المقدسة هي جزء من مدينة الكدس ما بصير طمسها ولا تدميرها إطلاق إلى ذاكرة فلسطين نتابع اليوم عملية وفاء دريس الفدائية التي قامت بها عام 2002 فإلى هناك في طريق الدفاع عن الأرض والهوية لم تقتصر مواكب الشهداء ولا الفدائيين على الرجال فثم تطابور من فدائيات إناث وقفنا ينتظرن دورهن في الجهاد عملية وفاء دريس عام 2002 منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في ستومبر من عام 2000 ازدادت العمليات الفدائية ضد المحتل الإسرائيلي كان يقوم بمعظنها شباب من الذكور ثم ما لبثت أن شاركت فتيات فلسطينيات في تلك العمليات في سابقة كانت الأولى من نوعها بأن تقدم فتاة على تكجير نفسها في عملية فدائية ضد العدوة وفاء دريس فتاة فلسطينية عادية عمرها 27 عاما هاجر أهلها من مدينة الرملة التي احتلها الاحتلال الصهيونية عام 48 واستقر بهم المطاف في مخيم الأمعار بالقرب من راملة عملت وفاء في الهلال الأحمر الفلسطيني وتطوعت في الانتفاضة لعلاج الجرح المصابين من ضحايا الهجمات الإسرائيلية وفاء دريس 25 في 28 من يناير من عام 2002 قامت وفاء دريس بتفجير نفسها بشارع يافا بالقدس المحتلة موقعة في صفوف العدو إصابات تجاوزت أكثر من 70 إسرائيليا والتي أعلنت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري بحركة فتحة مسؤوليتها عن العمليات الاستشهادية شكلت فكرة تنفيذ امرأة لعملية استشهادية سابقة مروعة لدى الإسرائيليين منذ تفجر الانتفاضة الفلسطينية كما فرضت هذه العملية معايير أمنية جديدة على الكيان الإسرائيلية فأصبح كل فلسطيني مشتبه به لا فرق في ذلك بين رجل أو امرأة أو طفلة غير أن هذه العملية قد ألهبت حماس الكثير من فتيات فلسطينة فكانت وفاء حبة أولى في عقد مقاومة قد انفرط في ونش محتفة صفحة من ذاكرة أمه عجنت بماء السلطة ومازج النضال بماءها وما زال لديه الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار البقاء بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين شكرا لنضيف الكرام شكرا لفريق العمل وشكرا لكم لحسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة